بالتأكيد موقف مصر واضح جدا من اليوم الأول في القضية الفلسطينية ومنذ عقود بالتأكيد موقف واضح جدا بشكل كبير لا يتغير وده على جميع المستويات نتكلم عن المستوى القيدة السياسية المستوى السياسي الدبلوماسي المستوى الشعبي وبالتأكيد كل الأحزاب والقوى السياسية أكدت عدد من القوى السياسية والأحزاب رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية اللي بتقوم بها قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية واعلنوا تضامنهم الكامل ووقفهم خلف القيادة السياسية المصرية في أي تقرارات أو إجراءات وده طبعا لحماية الأمن القوم المصري على سبيل المثال مثلا حزب الوفد أدان ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف لمدينة رفح الفلسطينية المأهولة بالنازحين لارتكاب مجازر جديدة ضمن جرائم الإبادة الجمعية اللي بيمارسها بالتأكيد الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وده منذ 7 أكتوبر الماضي وأشار إلى أن هذه الهجمات البشعة على رفح بتعتبر استمرار من جانب الاحتلال بالضرب بعرض الحائط بكافة الموثيك والإعراف الدولية أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد كمان أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لسه كنا نتكلم على مثال منها آية كتلسة بتقولين عليها بتغذي آلة القتل اللي بيستخدمها الاحتلال لحصد أرواح المدنيين في غزة لافتا إلى أن المنطقة الآن بتتعامل مع دولة محتلة بتمارس جرائم الإبادة الجماعية في نفس السياق أدانت كتلة الحوار لعمليات العسكرية اللي قامت بها دولة الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية فجر أمس الاثنين وقال أن الأمر أصفر عن استشهاد العشرات من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني كمان حزب المستقلين الجدد أكد أن اكتياح إسرائيل اللي رفح هو استمرار لجرائم الحرب اللي بتقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات المصرية والدولية بعاقب هذا الاجتياح اللي هو بيعتبر تصعيد خطير وتهديد لسلام في المنطقة بأسرها كمان في نفس الإطار أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الوقت الحالي هو وقت للاستفاف الوطني خلف الدولة المصرية اللي باتت بالتأكيد الحصن الأخير أمام الجموح الدولي والجنوح الإسرائيلي اللي بيهدد مش بس المنطقة لكن العالم كله داعي كل القوى السياسية المصرية للالتفاف حول القيادة السياسية بالتأكيد دلوقتي لازم ننسى أي تخلافات وده اللي قاله وحذر من أن الخروج عن الصف الوطني في هذا التوقيت خيانة لن يغفرها التاريخ كمان أكد حزب المؤتمر أن استهداف المواطنين الأبرياء بهذه الوحشية في رفح بيؤكد لجميع انتهاك إسرائيل ومخلفتها للقوانين الدولية وفي نفس السياق برضو قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة أشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مجلس النواب عقد بالفعل جلسة طريقة في بداية الأزمة الفلسطينية واتخذ قرارات واضحة بتفويد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي يعني بهذه الجولة السريعة بس حابنا نعرض لحضراتكم بعض المواقف من القوى السياسية لكن بالتأكيد بيدعمها سأكلنا منتكلم على المواقف الأساسي للدولة المواقف السياسية المواقف القيادة السياسية وكمان بالتأكيد الشعب كله بيقف خلف هذه القضية دي قضيتنا كلنا القضية الفلسطينية لن تموتوا بالتأكيد لن يتم التهجير بإذن الله ولن تقبل مصر بأي حال من الأحوال تصفية هذه القضية على حساب الدول الجوار اشتركوا في القناة